مش هنبعد كتير هنطلع فوق شمالاً إلى الشقيقة الكبرى مصر مبارح نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر عمل بيان البيان ده فيه أسماء العديد من المفروض من قصين مطربين وقال إن تم توقفه ولكن لما قرينا الأسماء تعالوا نشوف كده الأسماء اللي تم توقفها حوالي 19 حمو بيكا حسن شاكوش كزبرة وحنجرة مسلم أبو ليلة فيلو أحمد موزة حمو طيخة ريشة وكستة وصمارة شواحة ولاد سليم العصابة زعيم علاء ففتي فرقة الكعب العالي شطة وزارة مطرية شكل عمر يا جماعة خير ده كده يعني كده المفروض يعني مش فنانين خالب أنا مش لاقي أسامي فنانين يعني أنا مش لاقي عبد الحليم حافظ عمر عمر الدياب مفيش أسامي كده دول يعني بتتكلم على تقريبا تقريبا مسجلين خاطر وخدمة عام حسن أبو الروس الحمد لله الأستاذ الكبير نجم التفاهي حسن أبو الروس بقى في الموضوع يعني ودول كلهم مش مصرح ليهم بالعمل وروحوا اكتازوا الاختبارات ودي حاج كويس بالمناسبة بس ما تقوليش عشان الأخلاق والكلام ده أستاذ هاني لأن حضرتك برضو يعني كنت لسه من يومين الستة بتقولك أنا جاي أحدونك وبتاعه فالله يخليك قول عشان أي حاجة تانية يعني شوفوا أنتو أي حاجة تانية يعني بس هو منع النشاز ده عن الناس كويس بس بالمناسبة وماذا عن محمد رمضان محمد رمضان صوته أنشاز من دول شوفت الكلمة يعني معرفش ده يليق عربية ألا صوته نشاز أكتر من الناس دي تقدروا تعملوا كده مع محمد رمضان لو ما تقدروش يا جماعة يبقى فيه حق غلط تقدروا تتكلموا معهم ولا لا ولا محمد رمضان في حد بيحميه في حد مهم في حتة مهمة بيحميه محتاجين بس يبقى إيه عشان يبقى العدل يا أستاذ هاني محمد رمضان مش مطرب يا أستاذ هاني وبيقول كلمات مصفة يا فندم وبيقول كلمات خليعة يا فندم وكلباته يعني خليعة وفزيعة وشنيعة واللي أنت عايز تقوله قوله فعلشان يبقى فيه عدل زي ما بتعمل في صديقي الأستاذ حسن شاكوش لا صديقي مش شاكوش الصديقي كان مين يا جماعة اللي طلع معنا هنا قبل كده مين مش شاكوش شطة صديقي مجدي شطة اللي طلع معنا هنا قبل كده زي ما بتوقفوا مجدي شطة كمان وقفوا محمد رمضان وإلا يبقى أنتم لموا أغزم ملكوش في القرارات الحاسمة طيب عضو بالموسيقيين قالك الناس دي ايه اتنفخت يعني انتفشت يعني مش حاجة تانية قالك الناس دي اتنفخت ده اللي قاله مين بقى ده اللي قاله المطرب اللي قدام حضراتكو ده اللي أنا للأسف ناسي اسمه بس لكن بيغني زمان في التسعينات برضو كان مطرب كبير يعني هو عضو عضو انقابة الموسيقيين دلوقتي بس هو كان ليه أغالي زمان والله نسيته كان مشهور حلمي عبدالباي اه ده الفنان حلمي عبدالباي مش عارب يغني فين دلوقتي بصراحة بعد قرار النقابة بإيقافه حمه بيك بيقولك انه لا يعلم سبب لمنعه جان هارسه دي حمه هتقولي كده انت مش عارف سبب لمنعك ايه حمه همه هت كده سمعني انا النهار اللي طرح عتكلم بلنا انا فرحان و سعيد فرحان و سعيد ليه عشان هبسمع القرار الوقف دو تبقى لي خمس سنين لما انت بتوقفني انا موقفش بتقولي انا بوقف ومعايا ناس فتحة بيوت كتير وحب تقولوا احنا نصلح للغنى وانا بالذات شخصيا بأصلح للغنى في ناس كتير اللي هتصلح للغنى نهاية وتحمل الكرنية بتاع النقاب مش بعد ما تخلوا جمهور بيسمعنا احسن من مئة مليون ايه جنوب انت قادر يلا يا حمه يلا ايه ده انت بتقول انت مش عارفت وقفت ليه وبتقول ان فيه تانية في ناس تانية ما بتقديش برضو انا معاك في دي يا جماعة عشان ما يبقاش حموا ليه حق وقفوا كل اللي مش عضوا في النقابة واللي اصلا ما عندوش تصريح واللي ما اكتش اختبارات النقابة يعني هو الاستاذ محمد رمضان انا شام بروان ده اكتاز عنده عضو النقابة واكتاز الاختبارات معلش يعني ممكن صديقي الاستاذ مجدي شطة يكون عنده القدرة انه يكتاز الاختبارات في النقابة ومحمد رمضان لا بامانة يعني محمد رمضان لا صوت ولا تون ولا 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 عشان يبقى واضح الامر اه يعني حتى لو قلتلنا ان هو راجل بيعمل كلبات بس بس في الاخر بيستخدمها في حفلات زي حفلة الجونة مثلا على سبيل المثال نجيب سويرس بيدعم مطربي المهرجانات ضد قرارات هاني شاكر هو الاستاذ نجيب باشمانس نجيب الراشق في اي حاجة بيدعم فيها حد ضد اي حد تاني في اي حاجة اول مرة اشوف نقيب للمغانيين فخور جدا بمنع الغنى الجمهور اللي قرر يسمع مين وما يسمعش مين مش النقيب هاني شاكر بيقولك ابنه حضر الويجز والراب مخترف عن المهرجانات لعبة لما علش يا اساذ هاني ويجز بيقول كلام هابد لا موسيقى ولا تون ولا ولا انتوا عايزين تحكموا الفن ولا المزاج اذا كان حتحكموا المزاج اه وقف اللي انت عايزه عايز الفن عايز تحكم الفن زي ما كان فيه محمد عبدالوهاب والست مونيرة المهدية كان فيه برضو الست سعادة المصرية اللي بتقولك خد مش عارف ايه ومش عارف ايه ونام وبكرة اشوفك وتبني مجد الاهرام الكلام دا تقال الكلام دا تقال انا ما ينفعش اقوله على الهواء انما اخو دي اللي مش عارف ايه دي كانت اغنية بتغنيها ستة سعادة المصرية باينة ولا اسمها ايه فاما مبادئ واحدة يتحسب بها الناس كلها واما بقى سيبه اللي يقول يقول لان في الاخر هتلاقي واحد يعرف ناس مهمين فالناس المهمين ديقوله عاملله ايه حماية